لم تكتفي بالسماح بإهانة مقدسات الإسلام والمسلمين باسم حرية التعبير الحكومة الفرنسية في تحرك ضخم وغير مسبوق وخطة مشددة واسعة النطاق تعتزم مراقبة نحو ثمانين مسجداً مع إمكانية إقلاق بعضها حسب مذكرة وزير الداخلية الفرنسي جيرالدار مانن التي توضح بالتفصيل لمديري الأمن كيفية الإجراءات تتوزع تلك المساجد بين باريس وضواحيها وسائر أنحاء فرنسا وستقوم قوات الأمن الفرنسية بتفتيشها كلها لذريعة التطرف الديني ومن بين دور العبادة الإسلامية هذه هناك ثمانية عشر مسجداً ستغلق بناء على تعليمات الوزير بإجراءات فورية الحكومة الفرنسية تخطط منذ مدة طويلة لسن قانون ضد ما يعرف بالانفصالية وهي تعني محاربة المسلمين بزعم تشددهم بعدما حلت مؤخراً جمعية تعرف بالتجمع ضد معادات الإسلام تنشط في مجال التصدي للانتهاكات التي تواجه المسلمين في فرنسا الضغوط وحملات الدهم التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا ازدادت على خلفية حادث مقتل مدرس فرنسي بعد عرضه رسوماً كاريكاتيرية مسيئة للرسول الأكرم وتظهر الإحصائيات أنه منذ مجيء الرئيس إمانويل ماكرون إلى سدة الحكم وتنامي موجة معادات الإسلام أغلقت السلطات الفرنسية 43 مسجداً خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفي ظل تصاعد التطرف الأيدولوجي لدى اليمينيين يزداد تشجيعهم أيضاً من قبل رؤساء بعض الدول مما يجرئهم على حرق القرآن الكريم في السويد وتمزيقه في النرويج إلى جانب عرض رسوم كاريكاتيرية مسيئة للرسول محمد ناهيكا بتعرض المسلمين في الكثير من الدول الأوروبية لتهميش وتمييز بسبب عقيدتهم ولغتهم أو أسمائهم بل وحتى أزيائهم علي الموسوي تي آر تي عربي